أكد حزب الإصلاح والنهضة متبعته لفعليات مؤتمر حكاية وطن الذي عرض إنجازات الدولة في جميع الميادين مثل ملفات الصناعة والإسكان والنقل بمختلف أنواعه وتعليقا على كلمات الرئيس عبد الفتح السيسي بأن الأوطان لا تبنى إلا في مناخ الاستقرار أكد حزب الإصلاح والنهضة أن من ركأز استقرار الدولة المصرية بعد عام 2013 هو عدم وجود جماعة الإخوان الإرهابية في المشهد السياسي كما دع الحزب كل مواطن إلى تذكر كيف كانت حالة الدولة قبل 30 من يونيو مرورا بسنوات الإرهاب وكيف دفعت الدولة من أرواح ودماء أبنائها ومواردها حتى تقف على أرضية صلبة مستقرة فيها معدلات تلموية ومخططات مستقبلية ترجمة نانسي قنقر